تحياتي و اهلا و سهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي تيجيكم مني انا محمد عواد كل يوم ثلاثة عبر قناة سيرفي سبورت الاكتر تنوعا من حيث اشكال و افكار المعتوى الولمبيان اعظم حدث رياضي على الاطلاق و لما نتكلم عن اعظم حدث رياضي بلش بالقرن التاسع عشر نتكلم عن مئات بل الاف اللحظات العظيمة اللي فيها نتكلم عن عشرات الاحداث المهمة اللي ممكن تلهمنا و عشان هيك صعب جدا نعمل توب 5 لكن بدنا نحاول و نحاول نستعرض فيهم لحظات مهمة دروس مهمة او لحظات مفصلية ساهمت كثير بانتشار الرياضة ايضا هندخل بتفاصيل توب 5 و خلال ذلك اذا عجبكم الفيديو بتتركوا لايك و اذا ما عجبكم كمان بتتركوا لايك لانكم اصحابي نبدأ برقم خمسة لحظة اوسينبولد في عام 2008 اوسينبولد جاء صدم العالم طلقة سريعة جدا عم تحطم الرقم القياسي في سباق 100 متر سيطر على اجواء السباقات السريعة ما بين 2008 ل 2011 كل شي تمام لكن قبل اولمبياد 2012 و في عام 2012 و على طريقة الافلام بيطلع واحد من لحمه و من دمه ابن بلده اسمه يوهاني بليك و بيبلشي نفسه و يهزمه بالسباقات و بيخلي الناس تعتقد انه زمن بولد انتهى بسرعة ما كان زمنه اكتر من ثلث سنين على الاغلب لانه بليك جاي يخلص عليه و بقوله دائما الناس بتحب لحظتين لحظة صعود البطن و وصوله للقمة و اللحظة الثانية انهياره و نزوله عنها الناس بتستمتع بهدول اللحظتين واحدة تمام و الثانية للأسف لكن في اللحظة الثانية الناس عم بتستنها 2012 اولمبياد نهائي 100 متر بولد رح يخسر مع بليك لا مش هذا اللي حصل بولد اخرج الرصاص اللي جواته فلاش اللي جواته و انطلق و حقق رقم قياسي اخر بزمن 9.63 تانية بنتكلم عن اللحظة اصبح فيها اوسن بولد اول واحد بيقدر يحطم رقم 100 متر في الاولمبياد مرتين في بطولتين مختلفات في الماضي جاء من حطمها في نفس البطولة لكن هو حطمها مرتين في بطولتين مختلفات دخل التاريخ الجميع ادرك انهم امام واحد من افضل الرياضيين عبر التاريخ ليخرج بولد بتصريحه الشهير انا اليوم اصبحت اسطورة انا اليوم اصبحت اعظم رياضي على قيد الحياة ننتقل للحظة رقم 4 امريكا بتخسر اخيرا ام نتكلم عن كرة السلة طبعا بلشت كرة السلة في الاولمبياد عام 36 ومن يومها دائما الذهبية لامريكا سبع مرات متتالية اربعة منهم الوصيف الاتحاد السوفيتي جاءت اولمبياد ام يونيخ 72 امريكا بتوصل النهائي ليصبح سجلها في مباريات كرة السلة 63 انتصار مقابل ولا خسارة اولمبيا وامريكا بتواجه الاتحاد السوفيتي وبتتقدم 5049 في اخر ثانية في اللقاء انتهت المباراة كما اعتقد الامريكا 5049 يعني ثامن ذهبية على التوالي يعني 64 مقابل لا شيء بلا اي خسارة فريق خارق للعادة لكن هناك السوفيتي اعترضوا السوفيتي قالوا انهم طلبوا وقت مستقطع قبل تنفيذ الرمية الحرة الثانية اللي خلت الامريكان يتقدموا وكان لازم الحكم يوقف اللقاء جدل كثير حاول يمشي المباراة رجع تعطل المباراة بالاخير اتفق حكام الساحة مع حكام الساعة على انه لازم فيه ثلاث ثواني في ذلك اللقاء ما انتهت الامريكان ارادوا يلعبوها وقالوا حل نتدافع بالثلاث ثواني وانفوز السوفيتي طلع عندهم خطة كرة طويلة للغاية للعملاق سيرجي بيلوف واحد من اهم اللاعبين في تاريخ السوفيتي كله ومن اهم اللاعبين في تاريخ كرة السلة بيلتقطها بالهوى وبيستنى الامريكان ينزلوا على الارض اللي طاروا معه وبيكون هو لسه قادر يحطها بالسلة نقطة تاريخية تفوز بها الاتحاد السوفيتي 51-50 وبتكون اول خسارة لامريكا في تاريخها بكرة السلة الولمبية بعد 63 انتصار متوالي لحظة كثير بتلقوها لما يتكلموا عن اهمية الايمان بالنفس لاخر ثانية لحظة استخدمها الاتحاد السوفيتي عشان يتكلم عن نفسه وقوته وصبره انه قادر دائما يرجع مهما حصل معه لحظة استغلت سياسيا ورياضيا واستغلت حتى في امريكا في الدعاية ضد الاتحاد السوفيتي انهم فاسدين ولليوم الامريكان مش راضيين يعترفوا بتلك الخسارة على انها خسارة شرعية لكنها خسارة تاريخية بكرة السلة وننتقل للحظة الثلاث بلحظة ما فيش فيها شك ولا تشكيك لحظة اولمبياد 1976 طفلة رومانية انا ذاك اسمها ناديا كومانشي 14 سنة عم بتشارك بالجنباز وبتكون اول لاعب الجنباز في تاريخ الأولمبياد كله بتحصل على علامة عشرة من عشرة وبعدها وخلال طريقها للذهب فازت ست مرات بعلامة عشرة من عشرة ناديا كومانشي بالمجموع حققت خمس ميداليات ذهبية ناديا كومانشي كتب عنها انها مثال انه الانسان يستطيع ان يصر لحالة الكمال في مجال الرياضة ناديا كومانشي في كثير كتب بتأكد انها كانت جزء اساسي ومهم من انتشار الرياضة بكل العالم لانها كانت رمز كانت ايقونة كانت رمز للكمال زي ما تكلمت ناديا كومانشي ربما ايضا كانت اشارة سياسية للعلم في عام تسعة وثمانين هربت من رومانيا تحت حكم الدكتاتور شاوشيسكو وراحت تعيش في الولايات المتحدة واعتبرت آنذاك تلك اشارة حقيقية انه النظام الشيوعي ما عاد بالقوة المعروفة عنه وآيل للسقوط اما رقم اثنين فهم حالتين وليست حالي وحدة ام نتكلم عن صرخة ضد العنصرية الاولى كانت قديمة كانت في 1936 لاعب امريكي عدى اسمه جيسي اوينز عم بروحه بحقق اربع ذهبيات عم بيكون الرياضي وبصف بانه صاحب افضل اولمبياد في التاريخ لانه في ذلك الزمن كان صعب تكون خارق باكثر من الرياضة وتتفوق وانت بتعب في المانيا ضد مين ضد فريق هتلر هتلر صاحب الضغوط الاعلامية الرهيبة في اولمبياده عام 36 لانه اراد ان يفوز باي ثمن هتلر كان يريد استغلال الاولمبياد ليقنع الشعب الالماني بانكم احسن من غيركم انتو المتفوقين انتو رقم واحد ولكن يقال انه جيسي اوينز وجه ضربة قوية حقيقية لأفكاره مخططاته باقناع الالمان بانهم هم الاكمل لانهم وجدوا من هناك اقوى منهم واسرع منهم في السبقات والعاب القوة حسب بعض التقارير انه هتلر ما كان بده يسلم على اوينز لكن احرج مع كل هاي النجاحات فسلم عليه هتلر ما كان كثير مقتنع باصحاب البشر الملونة لكن نجحت اوينز احرجته وللأسف ما احرجت رئيسه في امريكا روسفيلد اللي لا سلم عليه ولا باركله ولا هنه لدرجة خلت اوينز يحكي ما يبدو دفاعا عن هتلر ويقول ما تقولوا هتلر انه ما سلم عليه ما تحاولوا تستخدموا هذا بدعايتكم اللي ما سلم عليه رئيس دولتي اللي ما سلم عليه هو روسفيلد كانت رسالة واضحة للامريكان فيما بعد بانه العنصرية اللي عم تسكتوا عنها عم بتخليكم تتصرفوا بشكل اسوأ من هتلر لكن وانتوا صامتين وبعام 1968 رسالة اخرى للشعب الامريكي استيقظوا اوقف العنصرية في صباق 200 متر اثنين امريكان واحد فوز بالذهبية اللي هو توم سميث والثاني اسمه جون كارلوس بفوز بالبرونزية بروحوا يستلموا المداليات ويبلش العلم يرتفع هناك تذكروا انه هذا العلم واهله واللي بيحتفلوا فيه لازم يتذكروا معلومة مهمة رفعوا ايديهم في مكانة يسمى حركة القوة السوداء شيء بيشبه بلاك لايت مترز اللي احنا بنعيشها الان لكن كانت هذه الحركة معناها بانه احنا بنرفض احنا بنعترض الوضع اللي بعشوه اصحاب البشر السمراء في امريكا كانت رسالة انه تذكروا ياللي شايفين حالكم احسن منه من الوان معينة انه احنا اللي بنرفع علمكم احنا اللي بنفوزكم يقال بانه تلك اللحظة ساهمت جدا في استيقاظ ضمير كثير من الامريكان والانضمام للحملات ضد العنصرية وما عادت حملات فقط يقودها اصحاب البشر السمراء ننتقل للحالة رقم واحد بتوب فايف حالة بدي اكن سميها ساكمل السباق مهما كان التمن حالة الاولى كانت في 1960 في روما والثانية ب92 في برشلونة ابيبي بكيلة في 1960 عداء ماراثون اثيوبي عداء دخل التاريخ بشكل عجيب جدا مش لانه بس فاز بماراثونين في أولمبيتين متتاليتين 60 و 64 ولا لانه فاز بالاثنين هو عم بحط مرقم قياسي عالمي بل لانه كان عم بفوز في الاول وهو حافل قدمين في عام 1960 لما وصل روما بكيلة قال بدي اشري حذاء رياضي كان متعود يركض الحذاء اشترى حذاء لكن هذا الحذاء سبب له بالتهابات بقدمه هنا رمى الحذاء وقال حركض بدون حذاء وركض وفاز بالذهبية وهو حافل قدمين وكانت لحظة تاريخية ما فاز حافل قدمين لانه فقير او لانه ما كان معا يشتري الحذاء كان معا عم بيشتري الحذاء لكن وجدت نفسه قادر يرتاح بشكل غريب غير مألوف عن اللي حوله كان هدفه الاساسي يكمل السباق مش مهم الناس شو تشوفه شو تحكي عنه ولا العلم بكيلة لما فاز بالذهبية كان صاحب المداري الفضية بطل عربي مغربي هو راضي عبد السلام وبعد 32 سنة كان فيه عداء بريطاني متخصص في سباقات 400 متر شبه ضام لله البريطانيين مدالية ذهبية او فضية ديريك ريدموند اللي كان مع فريق بريطانيا اللي صدم الامريكان في سباق 400 متر تتابع في بطولة العالم 91 بتوكيو ريدموند كان من اهم العدائين الموجودين خصوصا في السباقات اللي اكثر من 100 متر ريدموند في الدور الاول حقق اسرع وقت في كل اولمبياد برشلون على سباقات ال400 وفي دور الثمانية ووصل نصف النهائي وهو دائما المرشح الابرز الجميع بيستنى المدالية سباق نصف النهائي عم بينطلق في اول 150 متر كان هو عم بقود السباق وفجأة اللاعب بدأ يعرج وقع على الارض ما قدر يكمل شد عضلي هون انتهت الرحلة لكن ريدموند خطر عباله انا بدي اكمل انا بدي اكمل اخسرت بس بدي اكمل وقف وبلش يحاول يعرج للنهاية وفي تلك اللحظة صارت ما توصف باهم لحظة انسانية في تاريخ الأولمبياد والده جيم عم بيركم وعم بيقول له لا اتكأ علي وحنكمل السباق مع بعض بلشنا كل هذا المشوار في الحياة مع بعض وحنكمله مع بعض وكمل مع السباق للنهاية 65 الف مشجع نس يومين اللي فاز بالسباق وبدأوا يسقفوا لاريدموند اللي والده للعلم كان موجود من حملت الشعر الأولمبية في أولمبياد 2012 بلندن تقديرا لموقفه للعلم نتيجة ريدموند ايضا لم تعتمد لانه استعان بوالده لكن الهيئة الأولمبية تداركت الموضوع ودخلته تقريبا بكل فيديو انساني لها بكل مشروع عندها عن مسألة الأولمبياد وروح الأولمبياد وصلت رسالة للجميع بأنه ريدموند مثال أنه البطولة مش دايما تكون الأسرع الأقوى الأخطر بعض الأحيان تكون إنسان يكفي لتكون أنت البطل هذه كانت أمثلة أولمبية تاريخية عظيمة كل واحدة فيها الدرس من الدروس مهما انضغط تكون زي أوسينبولت انطلق أسرع مهما حسيت إنه فيه خصم متفوق عليك مش عم بيخسر استنوا وقاتلوا الآخر ثاني اعمل زي الاتحاد السوفيتي مع أمريكا بالأولمبياد وهزمهم بعد سبع ذهبيات إلهم وقال بسرهم وليش ما تجيب عشرة من عشرة مش مرة بل عدة مرات زي ناديا كومانجي مش لأنه غيرك ما جابها يعني ما بتنجاب وفي عندنا الناس اللي رفضتين هالأخلاق تكون تحت الأرض تكون بالحضيض أخلاق عنصرية وبلا للقلات اللي هم بوجههم لا للعنصرية سواء كنتوا معي أو ضدي وأيضا في عندنا الناس اللي فهمت إن الطريقة هي إكمال الطريق وبعدين بنتفهم مين اللي بيحمل الذهبية نوصل هون لنهاية حلقة توب 5 كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستجرام وضروري جدا تتابوني على قناة سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة